موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدون أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سؤال وجواب عودناكم في كل حلقة أن نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية والشرعية ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد نور حمدان دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله حياكم الله دكتور في جعبتنا العديد من الأسئلة اليوم نبدأ سريعا بالسؤال الأول عبد الله من عفرين يقول أعاني من سلس البول وأشك في وضوئي كثيرا أتوضأ لكل وقت وأحيانا أعيد الوضوء أكثر من مرة ماذا أفعل علما أن الأمر يشق علي كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لهذه الأمراض التي يعاني منها بعض الناس كسلس البول وأنفلات الريح والمستحاضة هذه الحالات التي تكون فيها أمراض دائمة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ويتوكل على الله ولا ينظر إلى الوساوس التي تأتيه لأن هذه الوساوس تشغله عن الصلاة فهو يتوضأ لوقت كل صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة المستحاضة فقال لها توضأ لوقت كل صلاة وتصلي وهو يصلي أيضا ويقبل الله عز وجل منه ولكن هذه الوساوس هي عوارت شيطانية فلا يلتفت إليها فعندما جاء الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال له لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا فما دام هو لم يسمع صوت لم يجد ريحا أو عنده سلس بول دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة السؤال الآخر دكتور يقول أو تقول السائلة في ذمة قضاء من رمضان السابق الآن لا أستطيع القضاء لكوني حامل وولادتي أيضا ستكون في شهر رمضان إن شاء الله ماذا أفعل؟ الأصل في قضاء رمضان أن يبادر الإنسان بالنسبة للقضاء وأن يعجل القضاء وذلك من أجل أن يبرئ ذمته تماما كالدين الإنسان إذا استطاع أن يوفي دينه فلابد أن يوفيه فهو لا يعلم ما يطرأ له في المستقبل قد يموت قد يعجز عن الصيام فلابد أن يبرئ ذمته أمام الله عز وجل في ذلك لأن بعض الناس يتأخرون في قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر فجهور العلماء قالوا هذا فيه إثم لأنه أخر القضاء وكان معه متسع من الوقت في هذه السنة حتى يقضي فماذا يفعل إذا جاء رمضان آخر ولم يقضي بالنسبة لرمضان الأول جمهور الفقهاء قالوا يقضي ما عليه من الأيام ولا يسقط ذلك القضاء ولكن يدفع كفارة معه أيضا أما الحنفية فقالوا يقضي فقط ولا يدفع كفارة الآن هنا ما نفتي فيه هذه السائلة إذا كان هناك حرج وإذا كان هناك أصيبت بمشقة مثلا كانت حامل ثم أصبحت حامل مرة أخرى ولم يكن هناك معها وقت في هذه السنة أن تقضي ما عليها من رمضان فتقضي عند انتهاء شهر رمضان الآخر ويعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منها في نفس السياق دكتور سائلة أيضا تقول في ذمة قضاء لم أتمكن من القضاء بسبب انشغالي في العمل والكسل أحيانا أيضا أعاني ألما شديدا في الرأس نعم هنا متى تقضي؟ أيضا بالنسبة لها يجب عليها أن تقضي ويعني هذا الكسل هو ليس عذر ومبرر شرعي من أجله تركت القضاء يعني أحيانا يكون هناك عذار شرعية مثل السفر مثل الحيض مثل النفاس مثل المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه يعني لا يمكن أن تشفى منه ولكن الألم في الرأس هذا مرض ليس مزمنا فهي يمكن أن تشفى بعد فترة فلذلك يتوجب عليها القضاء ولا يجب عليها أن تدفع كفارة بديلا عن القضاء مثلا قد تقول أنه أنا لا أستطيع الصيام ولا أستطيع القضاء لا المرض الذي لا يستطيع الإنسان أن يشفى منه المرض المزمن فهذا يدفع كفارة أما هذه السائلة فلابد لها من أن تقضي تلك الأيام سؤال أيضا دكتور يقول السائل متى يجوز للمسلم أن يجمع الصلاة؟ بالنسبة لي الجمع الصلوات وهو أن يجمع صلاة الظهر مع العصر وأن يجمع المغرب مع العشاء وقد يكون جمع التأخير وقد يكون جمع التقديم بأن يصلي مثلا العصر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر وكذلك في المغرب والعشاء قال اتفق الفقهاء على حالات يجوز فيها الجمع وهي في حالات السفر وفي حالات المطر وفي حالة الخوف أما هناك مثلا بعض الأعذار هل يجوز فيها الجمع أم لا يجوز فيها الجمع كالمرض مثلا والإغماء هذه اختلف فيها الفقهاء لذلك نحن نتكلم بما اتفق فيه الفقهاء في حالة السفر يجوز الجمع في حالة المطر يجوز الجمع أما في حالة المرض وهذه الأمور لا يجوز فيها الجمع إلا إذا كان هناك مشقة وهذه مشقة زائدة وحاجة ملحة في هذا الموضوع فيمكن أن يكون هناك جمع في هذه الحالة وطبعا عندنا أيضا في الحج في عرفة وفي مزرفة هذا ما اتفق عليه الفقهاء بالنسبة للجمعات سؤال دكتور تقول السائلة تزوجت قبل عشرة أعوام ولم أقبض مهري حتى الآن زوجي الآن يريد دفعه لي بالعملة السورية كما ورد في العقد هل يجوز له ذلك علما أن العملة قد انقفض ثمنها ولم يعود لها قيمة هذه المسائل التي نسأل عنها يوميا وتتكرر هذه المسألة بالنسبة للمهر وبالنسبة للديون فالمهر هو يعتبر دين ممتاز هو مثله مثل باقي الديون التي تترتب في الذمة فلذلك الرجل عندما يقول أن مهر زوجته مثلا والنفت رد مئة ألف ليرة مئتي ألف ليرة وتكون غير مقبوضة هذا المهر فترتب دينا في ذمته وتوجب عليه أن يفي هذا الدين إلا إذا المرأة أمهلته في ذلك وسامحته مدة فهنا ليس مكلف إلا عند المطالبة فلذلك الآن أصبحت هناك انخفاض في قيمة العملة السورية وانخفضت قيمة هذه العملة أكثر من 200% أو 300% والآن مثلا مئة ألف ليرة سورية إذا قلنا مثلا في عام 2005 قد تأتي مثلا بخمسة ألف دولار أو ستة ألف دولار الآن مئة ألف ليرة سورية لا تأتي إلا بمئتي دولار فهلا إذا قلنا مثلا المرأة مثلا أن يدفع لها مئة ألف ليرة سورية الآن فهناك غبن يصيب المرأة وكذلك إذا قلنا أنه يدفع أيضا في الدولار الآن مثلا نحسب ذلك في ذلك الوقت ونفترض سبعة آلاف دولار أو ثمانية آلاف دولار أيضا هناك غبن يصيب الرجل أو إذا حسبناها مثلا على الذهب مقدار الذهب في ذلك الوقت كم كان يساوي جرام الذهب مثلا كانت ممكن أن تأتي مثلا بخمسين جرام من الذهب الآن لا يمكن أن تأتي إلا بخمس جرامات من الذهب فماذا نفعل في هذه الحالة وكذلك نقيص عليها أيضا باقي الديون هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء بعضهم قال تعتبر القيمة منذ يوم ترتب الدين يعني مئة ألف ليرة سورية يدفع مئة ألف ليرة سورية بعضهم قال منذ يوم القبض ننظر إلى مئة ألف ليرة سورية كم تساوي من الذهب مثلا في ذلك الوقت تأتي بخمسين جرام من الذهب يجب عليه أن يدفع خمسين جرام من الذهب ما هو المفتبه دكتور ما هو الأفضل ما هو المفتبه في ذلك هذه المسألة لا بد أن يكون هناك صلح وتراضي بين الطرفين وهذه المسألة لا يمكن أن تحال إلا بالصلح والتراضي بين الطرفين لأننا إذا أفتينا في القول الأول يكون هناك غرم على هذا الرجل وإذا أفتينا في القول الثاني يكون هناك مشق أيضا فلذلك لا بد أن يكون هناك صلح وتراضي بين الطرفين وذلك بأن نحسب هذه العملة كم كانت تساوي عند يوم الدين ونحسبها عند يوم القبض أيضا كم تساوي ونحسب مقدار الخسارة يعني مثلا مقدار الفرق أربعة آلاف دولار الطرف الأول النصف يتحمل والطرف الثاني يتحمل النصف وهذا أفضل شيء بالنسبة لهذه المسألة التراضي التراضي سؤال ورد من سائل يقول ما حكم بيع وشراء الكلاب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب ونهى عن الثماني الكلب واختلف الفقهاء في هذه المسألة هل يجوز بيع الكلاب أم لا يجوز بيع الكلاب والكلاب التي لا يستفاد منها مطلقا فهذه باتفاق لا يجوز بيعها مثلا الكلب العقور والكلب للزينة فهذا يحرم اتخاذه أيضا فلذلك لا يجوز بيعه أما كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة فهل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه بعض الفقهاء أخذ بظاهر الحديث وقال أيضا هذا لا يجوز بيعه بعض الفقهاء قالوا لا يوجد روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد فقالوا كلب الصيد يجوز أن نبيعه ونشتريه وهذا ما نفتي به لأن هذا يمكن الانتفاع به صحيح ومادام يمكن الانتفاع به إذن يبدل المال لأجله فلذلك نقول بالنسبة لكلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الماشية هذا يجوز بيعه وشراءه أما الكلب الذي يكون للزينة والكلب مثلا الذي يكون للمظاهر فقط فهذا لا يجوز بيعه وشراءه صحيح سائلة تقول هل يجوز للحائض أن تحفظ القرآن وما حكم صلاة المرأة أمام الأجانب الآن هنا يعني هذا السؤال تألف من جانبين الجانب الأول بالنسبة لحفظ القرآن للحائض وهذا أصل المسألة هو قراءة القرآن للحائض هل يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن أم لا يجوز لها أن تقرأ القرآن جمهور الفقهاء قالوا بعدم جواز القراءة فلا تقرأ القرآن شيئا من الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن الكريم بعضهم قال إذا كان هناك بعض الآيات التي تكون بمجرد الذكر فيعني هي تنوي فيها الذكر ولا تنوي قراءة القرآن مثلا إذا خرجت من المنزل قرأت مثلا آية إذا خرجت في السيارة قرأت مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا فقالوا هذا يجوز إذا كان على سبيل الدعاء نعم إذا كان على سبيل الذكر الدعاء أو الذكر نعم صحيح عندنا القول المالكية وهذا القول يمكن أن يفتى به في مسائل التعليم فقالوا بالنسبة للحائض إذا كان هناك حاجة لقراءة القرآن للعلم والتعلم فيجوز لها أن تقرأ القرآن أو الامتحان ربما نعم وهذا ما يفتى به في هذه المسألة وفيه السعة الآن الطالبة عندما تذهب إلى الجامعة أو مثلا عندما تذهب إلى المسجد وتحفظ القرآن وإذا انقطعت في كل شهر ستنقطع أسبوع أو مثلا عشرة أيام فهذا قد يؤدي إلى نسيان ما حفظته وتعلمته صحيح اسمح لنا دكتور بفاصل ثم نتابع الإجابة عن هذا السؤال أعزائي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين مجددا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامج سؤال وجواب دكتور كنا نتحدث عن حكم حفظ القرآن بالنسبة للحائض إذن يعني ما نفتي به بالنسبة للحائض إذا كانت تتعلم لحاجة العلم والتعلم وتذهب إلى المسجد فيجوز لها أن تقرأ القرآن لحاجة العلم والتعلم وتقصد به العلم والتعلم وهذا فيه سعى بالنسبة لهم الشق الثاني دكتور من السؤال تسأل عن حكم صلاة المرأة أمام الأجانب بالنسبة لصلاة المرأة أمام الأجانب لا مانع منه وخاصة أنهما روي عن نبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يدخلون إلى المسجد فيصلي الرجال في الصف الأمام ثم الأطفال ثم النساء وأيضا في الحج الآن نرى مثلا المرأة تصلي فلا مانع من هذه الصلاة والله وما لم يكن هناك كشف للعورة أو كذا طبيعي الصلاة يعني تعمل شروط الصلاة أن تستر العورة فإذا كشفت العورة سواء أمام الرجال أو أمام النساء لا يجوز فلذلك لا مانع منه وهذا مما انتشر من الأفكار المغلوطة بين الناس وهذا ما يسمى باللبات كتاب اللبات أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي أمام الرجال الجانب ويعني صلاتها غير صحيحة صلاتها صحيحة وتصلي وتدعو لنا إن شاء الله سؤال يقول صاحبه هل يجوز مس المصحف بدون يضوء يقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون فجمهور الفقهاء قالوا بعدم جواز مس المصحف إلا بوضوء لابد من الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر فلا يجوز لغير المتوضع أن يمس القرآن يوجد قول عند الظاهرية قالوا يجوز بالنسبة لمحدث حدث أصغر أن يمس القرآن فما نفت به في هذه المسألة عند عدم وجود الحاجة فلا يجوز له أن يمس القرآن إلا إذا كان متوضع أما إذا كان هناك حاجة مثلا هو ليس متوضع ووجد مثلا مصحف في مكان لابد مثلا أن يرفعه من هذا المكان فهنا لا مانع من ذلك وكذلك أيضا الفقهاء قالوا بالنسبة للصغار يجوز لهم أن يمسوا المصحف ولو كانوا غير متوضعين قالوا لحاجة العلم والتعلم فعادة الصغير لا يذكر دائما موضوع الطهارة وهذه الأمور وهو يحتاج مثلا أن يذب إلى المسجد ويقرأ القرآن فقالوا استثنوا بالنسبة للصغار قالوا بجواز مس المصحف أما مثلا كتاب التفسير والذي يكون فيه الكلام غير القرآن هو أكثر من كلام القرآن فهذا باتفاق يجوز أن نمسه بدون وقوم سؤال آخر دكتور تقول السائلة عمري أربعة وستون عاما كنت أصوم رمضان إلا أنني لا أقضي ما يفوتني الآن أصوم الاثنين والخميس علما بأنني مريضة بداء السكر وضغط الدم ماذا أفعل أخشى من عقاب الله بالنسبة لقضاء رمضان كما قلنا الأولى والأفضل والواجب أن يسارع الإنسان إلى القضاء حتى لا يصل إلى هذه الحالة يبلغ سنا معينة أو يمرض مرضا مزمنا ولا يستطيع أن يقضي ما فاته فيكون مقصرا في هذه الحالة الآن السائلة تقول أنها تستطيع أن تصوم يوم الاثنين والخميس فيتحسب ما كان عليها من قضاء وتصوم هذه الأيام حتى يغلب على ظنها أن الذمة قد أصبحت بريئة من ذلك ولكن الآن إذا هي تقول أنها أيضا تعاني من أمراض كثيرة مرض السكر ومرض الدم والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها فإذا كانت أيضا تجد مشقة زائدة في موضوع الصيام وكانت الأمراض معها مزمنة لا يرجى شفاؤها منها فيمكن أيضا أن تدفع كفارة عن الأيام التي أفطرتها ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز ويعفو عنها في ذلك وفي هذه المناسبة دكتور والله عز وجل غفور رحيم سائلة تقول نذرت لله أن أصوم شهرا متتابعا صمت منه عشرة أيام ثم توقفت فهل أتابع أم تجب علي الإعادة منذ البداية بالنسبة لنذر الصيام وكانت نذرت أن يكون متتابعا شهر متتابع حددت ذلك بالنص فلابد أن تفي بنذرها طبعا بالنسبة للنذر الأصل الإنسان أن لا يكثر من النذر وهذا فيه كراهة في الإسلام لأنه فيه معنى المشارطة يقول يا رب إن شفيت مريضي فسأفعل كذا إن نجحت في الامتحان سأفعل كذا الأصل الإنسان أن يصوم مثلا من دون هذا الشرط ثم يسأل الله عز وجل أن يلبي له هذه الرغبة لكن الإسلام فتح بابا من أجل النذر فهي نذرت أن تصوم شهر كامل متتابع لابد أن تفي بنذرها الآن إذا قطعت هذا التتابع فمثلا أفطرت بعد عشرة أيام ماذا تفعل في هذه الحالة إذا أفطرت بعذر مثلا أصابها حيض أصابها نفاس كان هناك سفر فهذا لا يقطع التتابع ويعني تتابع من بعد مثلا ما انتهت من مرضها تتابع مثلا بقي عليها عشرين يوم تتابع العشرين يوم أما إذا قطعته بغير عذر فهنا هذا بغير عذر يقطع التتابع ولا بد لها أن تعيد من الأول وتعيد صيام شهر كامل جزاكم الله خيرا دكتور سائل آخر يقول لدي مبلغ من المال أود الاستفادة منه عرض علي أحدهم أن أقوم بتشغيل المال معه في مصنع للحقائب يقول حدد لي هذا الشخص مبلغ ربح ثابت شهريا ويقول بأن هذا الرجل تذرع بعدم قدرته على حساب الأرباح وكثرة الصادرات والواردات بالنسبة لصندوق المعمل هذه الشركة تسمى شركة مضاربة وذلك بأن يدفع رجل مال لرجل آخر والرجل الثاني هو الذي يتاجر في هذا المال فالعمل من رجل والمال من رجل آخر وقال الفقهاء في هذه الشركة لا يجوز تحديد ربح مبلغ ثابت يعني أدفع لشخص أقول له هذه مئة ألف على أن تعطيني في كل شهر ألف ليرة قالوا هذه الشركة فاسدة لأن فيها ربا ولا يجوز له أن يدفع ذلك وإنما يكون الاتفاق بنسبة مئوية أن يقول له مثلا دفعت لك مبلغ مئة ألف على أن أخذ منه مبلغ عشر بالمئة من الأرباح وكذلك أيضا إذا خسرت الشركة فالخسارة تكون من جانب المال والعامل هو الذي يخسر عمله وجهده وتعبه فالشريع الإسلامية في النساء المسائل الاقتصاد قامت على التوازن بين الطرفين بحيث لا يكون هناك غبن من طرف لآخر فإذا هذا الشخص حدد عليه مبلغا ربما الشخص الآخر يخسر ربما لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ فلا يجوز ذلك وهذه الشركة فاسدة بل لا بد له أن يحدد له نسبة مئوية ويحسب ذلك على الربح والخسارة فإذا خسر أيضا يخسر مناء المال في ذلك أما مسألة أنه لا يستطيع أن يحسب وهذا صعب عليه فهذا ليس مبرر يمكن أن يكون هناك محاسب ويحسب له كل شهر ويدفع هذه البابات هذا لا يجوز بأي حالة شركة فاسدة هذه لأن فيها ربا سائل آخر يقول أعمل في الخليج منذ عدة سنوات هل على الرواتب التي أتقاضاها زكاة علما بأنني أدخر جزءا منها فقط من نسبة لمسألة الأموال والرواتب هل يجب فيها الزكاة أم لا يجب فيها الزكاة هذا ننظر فيه بالأصل بالنسبة لزكاة الأموال لا بد فيها من تحقق شرطين اثنين الشرط الأول هو حولان الحول أن يمر سن كامل على هذا المال والشرط الثاني هو ملك النصاب وملك النصاب في المقادير اليوم 100 جرام عند الجمهور من الذهب ما يساوي 100 جرام أو 72 جرام عند الحنفية من الذهب يعني آمث عنده ونفترض 20 ألف ليرة تركي هذه تأتي يمكن أن يشتري بها 100 جرام من الذهب فهذه تجب فيها الزكاة ولكن أيضا بشرط حولان الحول فننظر إلى هذين الشرطين بالنسبة للرواتب الآن هذا الرجل إذا كان هذا المال الراتب الذي يأتيه مستغرق في حوائجه الأصلية وفي أطعام أولاده وفي نفقاته فلا تجب فيه الزكاة أما إذا كان يدخر جزءا من هذا المال فيحسب هذا المال المدخر لنهاية الحول وإذا بلغ نصابا فيدفع فيه الزكاة يوجد رأيه للشيخ القرضاوي يقول أن زكاة الرواتب فيها زكاة زرعي والثمار ولا يشترط فيها حولان الحول ولا نصاب ولكن هذا الرأي أنا لا أميل إليه وكثير من الفقهاء المعاصرين أيضا وهو خالف الجمهور في هذه المسألة ولذلك يعني ننظر فيه إلى المسألة الأصلية في الزكاة إذا حول الحول وإذا ملك النصاب تجب فيه الزكاة أما إذا لم يكن فيه ذلك لا تجب فيه الزكاة البعض يقول أنه كيف يحول الحول وهو كل شهر يأخذ قالوا هنا ننظر إذا كان فعلا هذا المال المدخر ومال كثير وإذا استطاع أن يحسبهم من هنا من الآن إلى سنة ويمكن أن يدخر ما يحول الحول فيدفع ولو كان هناك تعجيل للزكاة هذا يدفعه أيضا من ماله بدقيقة دكتور سائل يقول أخي معتقل وأولاده صغار لا معيل لهم غيري ولديهم ذهب بلغ النصاب فهل عليه زكاة بدقيقة دكتور هذا الذهب هو من الأموال النامية فتجب فيها الزكاة ولو كانت مدخرة ولكن هذا الذهب إذا كان ملك لهؤلاء الصغار فهذا فيه خلاف هل تجب الزكاة على مال الصبي أم لا تجب بعض الفقاء قالوا لا تجب على مال الصبي وبعضهم قال تجب الزكاة أما إذا كان يملكه الأب الذي في السجن فهذا يجب عليه الزكاة ولكن إذا الأب وهب ماله لأولاده وهو في السجن فننظر في هذه المسألة الخلافية الحنفية قالوا بوجوب الزكاة الجمهور قالوا بعدم وجوب الزكاة وهذا ما نفتي به إذا كان مال الصبي أو مال اليتيم ولا يتجر به لأن حالة دكتور حالة المعتقل مجهور ربما قد يعني لا يخرج لناس نأخذ مسألة المفقود هنا إن الغاء إذا لم يعرض له خبر فهذا المال إذا كان يتجر فيه وكان مالا ناميا حقيقة نقول فيه الزكاة ولكن إذا كان مخبأ مدخرا لهؤلاء الأولاد نقول لا تجب لكن بشرط أن يكون ملك لهؤلاء الصغار لزاكم الله خيرا دكتور سامحنا يعني انتهى الوقت سريعا نشكر لكم مشاركاتكم معنا وأنتم عزائي المشاهدين نشكر لكم حسن متبعتكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة